سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً أيها المشاهدين الكرام أحييكم بتحية الإسلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أقول كم مضى من عمر الحياة وكم سلف من العصور وكم تقلب من الدهور أمم على إثرها أمم وأجيال تعقب أجيال ورجال على إثر رجال أحوال متباينة وصور متغايرة وأمور تدار والله يخلق ما يشاء ويختار يقول سبحانه وتعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير أمر سبحانه وتعالى بالاستقامة وعدم الطغيان ومجاوزة الحد الشرعي جاءت الآيات في كتاب الله سبحانه وتعالى تدعو إلى اتباع الهدي القويم واتباع الصراط المستقيم دون إفراط ولا تفريط ودون غلو ولا تنطع أو تكلف فقال سبحانه يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق وقال سبحانه يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيراً وضلوا عن سواء السبيل فأقول أخي المشاهد الغلوف الدين في بني آدم قديم منذ قدم الأديان وإن كان يختلف في نوعه لكن يجمع البشر اشتراكهم في أصله قال ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى ولا تذرن وداً ولا سواعاً ولا يغوث ويعوق ونسرى قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن أنصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصاباً وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسخ العلم أو نسخ العلم عبدت هذه الأصلام فغلط طائفة من قوم نوح في هؤلاء الصالحين حتى عبدوهم ولا زال الغلو أخي المشاهد لا زال الغلو في بني آدم من بعد ذلك فقد روى البخاري عن أنس رضي الله عنه قال قدم ثلاث رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون أزواج النبي عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا وأين نحن من النبي عليه الصلاة والسلام قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال أحدهم أما أنا فإني أصل الليل أبدا وقال الآخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر وقال الآخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا فجاء النبي عليه الصلاة والسلام إليهم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني فمن رغب عن سنتي فليس مني هنا يأتي التوجيه من النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن هذا هو الغلو وهو التنطع أيها المشاهدون إنه الغلو في الدين آفة الأمم السابقة وسبب لهلاك أقوام اتخذوه دين فقد صح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين وذكر النبي عليه الصلاة والسلام عقبة الغالين في الدين فقال هلك المتنطعون هلك المتنطعون قالها عليه الصلاة والسلام ثلاثا هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون المتعمقون المغالون المجاوزون الحدود في أقوالهم المجاوزون الحدود في أفعالهم أقول الغلو أخي المشاهد فيه مشاقة حقيقية لهج الإسلام وفيه إعراض عن منهج الإسلام الذي جاء بالوسطية والاعتدال والرحمة واليسر والرفق والغلوم أخي المشاهد هو ظلم للنفس وظلم للناس بل هو صد عن سبيل الله لما يورثه من تشويه وفتنة وتنفير وحقد وكراهية هؤلاء الغلاه يتعصبون إلى أفكارهم وإلى توجهاتهم ويجعلونها مصدر الحق الذي لا يخالف يتبرؤون من مجتمعات المسلمين ويكفرون الناس بالمعاصي ونقول هم للجهل أقرب ومن العلم والعلماء أبعد قال ابن المنير رحمه الله رأينا وراء الناس قبلنا أن كل متنطع في الدين ينقطع كل متنطع في الدين ينقطع لا شك أن الإنسان إذا تنطع وتشدد في أمر وجاوز الحدود ينقطع عن هذا العمل أخي المشاهد الغلو سبب لتشديد الله عز وجل على العبد وعلى الأمة يقول ابن القيم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشديد أو التشدد في الدين بالزيادة بالزيادة على المشروع وأخبر عليه الصلاة والسلام أن تشديد العبد على نفسه هو السبب لتشديد الله عز وجل عليه إما بالقدر وإما بالشرع فالقدر كفعل أهل الوسواس فإنهم شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم حتى استحكم هذا الوسواس وصار صفة لازمة لهم وأما التشدد بالشرع كمن شدد على نفسه بالنذر فشدد الله عليه فألزمه الوفاء بهذا النذر ولذلك إخواني وأخواتي المشاهدين جاءت الشريعة الإسلامية ناهية عن السؤال في مواطن السكوت حتى لا تحرم أشياء وتضيق أمور على المسلمين ففي الحديث المتفق عليه عن سعيد ابن أوي وقاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم المسلمين جرماً وانتبهوا إلى هذا الحديث إن أعظم المسلمين جرماً من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته فحرم من أجل مسألته بل هذا كان دأب الصحابة رضي الله عنه السكوت عن الأمور وهو دأب الصالحين من بعدهم تأسياً بهدي النبي عليه الصلاة والسلام واتباعاً لهذه الشريعة الغراء التي جاءت للتوسط وجاءت للاعتدال وجاءت للتيسير وجاءت للرفق ناهيةً عن الغلو وناهيةً عن التكلف وناهيةً عن الإفراط والتفريط ففي الحديث الصحيح الذي يرويه البخاري من حديث أبي هرير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة وعند البيهقي من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدين متين فأوغل فيه برفق إن الدين متين فأوغل فيه برفق ولا تبغض إلى نفسك عبادة الله سبحانه وتعالى فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى قال عبادة رضي الله عنه لجماعة أدركت أقواما ما كانوا يشددون تشديدكم ولا يسألون مسائلكم فكانت تابعين والصحابة رضي الله عنهم يربون أنفسهم على عدم التشدد وعلى الرفق في الحياة اليومية وكذلك حياتهم الدينية أيها المشاهدون أقول ادفعوا عن أنفسكم الغلو وادفعوا عن أنفسكم التكلف عليكم بالعلماء لا المتعالمون عليكم بأهل الهج لا أهل الهوى والضلال الذين لا حظ لهم من العلم الشرعي يقول سبحانه وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا روى النسائي وابن ماجه وغيرهم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غدات العقبة وهو واقف على راحلته قال هاتي ألقط لك فألقط له حصيات أو حصوات هن حص الحذف يعني حصاه صغيرة فوضعهن في يدي في يدي الصحابة رضي الله عنه ابن عباس قال عليه الصلاة والسلام بأمثال هؤلاء الحصى الصغيرة بأمثال هؤلاء وإياكم والغلو في الدين وإياكم والغلو في الدين أيها المشاهد الكريم للغلو أسباب كثيرة ولعل من أبرازها قلة التفقه في الدين وإصدار الأحكام دون الرجوع إلى القرآن ودون الرجوع إلى السنة أو دون العلم ببقية النصوص المتصلة بها أو الأخذ بظواهر النصوص في كل حال وهذا من قلة التفقه في الدين ومن هذه الأسباب فقدان الثقة بأهل العلم وعدم الأخذ والرجوع إلى أقوالهم وبخاصة في مستجدات المسائل المعاصرة والنوازل الفقهية وعليه لا بد من مد جسور المودة والسؤال والرجوع لأهل العلم والعلماء ومن هذه الأسباب الداعية إلى الغلو اتباع الهوى الذي يصد عن الحق ويعمل بصيرة قال سبحانه أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه فهذا هوى شيئاً فاستحسنه وأراد باستحسانه جر الأمة أفراداً وجماعات خلف هواه للأسف ومن هذه الأسباب الداعية إلى الغلو الاستعلاء والتكبر على الغير بالعبادة لذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الغلو في العبادة حتى ولو كان من أهل بيته ففي البخاري عن أنسر رضي الله عنه قال دخل النبي عليه الصلاة والسلام فإذا بحبل ممدود بين ساريتين قال ما هذا الحبل قالوا هذا حبل لزينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام فإذا فترت تعلقت قال عليه الصلاة والسلام حلوه ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليقعد فإذا فتر فليقعد وفي الحديث الآخر عند البخاري عن أنسر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى شيخاً يهادى بين بين ابنيه قال ما بال هذا قالوا نذر أن يمشي قال إن الله لغني عن تعذيب هذا بنفسه وأمره أن يركب أقول أيها المشاهدون إن التزام الوسطية في الإسلام يتطلب علماً وعملاً ويتطلب أيضاً فقهاً في الدين وإخلاصاً وتجرداً لرب العالمين ولأجل هذا يدعو المسلم في كل يوم سبعة عشرة مرة في صلاته يقول اهدنا الصراط المستقيم فحري بنا أن نقف مع كتاب الله في دعوته لاتباع الصراط المستقيم وأن نبتعد عن الغلو في الدين تدبر أخي المسلم وأختي المسلمة وأنت تتلو كتاب ربك هذه المعاني وقف عندها لتكون على بينة من دينك وإسلامك أسأله سبحانه وتعالى أن يعمنا بعفوه ومغفرته وأن يرينا الحق حقاً فنتبعه وأن يرينا الباطل باطلاً فنجتنبه إنه ولي ذلك والقادر عليه وإلى أن ألقاكم في حلقة قادمة أستودعكم الله فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد